هشول أخوي قدريه أو أحد يقول لك هشول أختي قدريه؟ أخوة عدريه إيه قدريه دي؟ هنيفش أعرف من قدري دي يا جماعة؟ قدري دا اللي هو مشكلة البلاسك ولا اللي هو صاحب البلاسة المكلة؟ لله الرحمن الرحيم وبيناستعين والصلاة والسلام على شهيدنا محمد أخواني وأحبابي وعزائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على شهيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملئ الأعلى إلى يوم الدين إخواني وأحبابي اليوم جاي أشكركم على الفيديو اللي أنا عملته وشكرتوني فيه بالزاف وهذا حاجة بسيطة من خيراتنا إن شاء الله زي ما وعدتك يا جماعة إن شاء الله هنلف لسه فيه أسوأ كثير بالزاف وهذه أصلا رسالة علشان خاطر الناس اللي يقول لك المغرب ما فهاش خير ما فهاش المشتاقين يأكلون مش عارفين نحن نوريهم هذه الرسالة إن الخير في المغرب موجود والحمد لله وكل الناس عايشين بخير والحمد لله وكل حاجة متوفرة ونقول لكم عواج شكرا مبروكا وسنة سعيدة علينا وعليكم إن شاء الله ويا اللهم ويا ربي يبلغنا رمضان ويبلغكم رمضان ويبلغ كل مشاهديننا وكل متبعيننا وزي ما نوعدتكم اليوم إن شاء الله نجلكوا في موضوع جديد بالنسبة للدريجة المغربية أو الهضرة المغربية يعني في البداية الأمر أول ما جيت طبعا هذرنا في فيديوهات قديمة قبل كده بس طبعا نكون بناخد نبزات بسيطة فاليوم هنتكلم على نبزة كبيرة شوية جيت جيت يعني أول حاجة قبلتني ماشيين مع ناس صحابنا وراحين كنا في راحين عرز فالمهم الثنين اللي مع بعض بقولوا انت عيط عليه فلان يعني كانوا مستنين واحد فبقولوا ان هو عيط عليك قالوا لا لسا ما عيطش علي طب انت عيط عليه قلت لأ إيه ده وإحنا رحين فرح وراحين مين طب بتاع روح عند الحنوت نستناء يا جماعة ده انا عارف انها يعني بقول في بدور في عقلي يعني بقول لي جماعة ده انا رايح راحين فرح ايه اللي جاب الحنوت و جاي اللي جاب العياط المهم انا اشي قلت ما انتش هسألهم بقى قلت يا هسألهم بقى يعني مش مش هتنفع يسألهم قلت ما خليهم هتشوف معهم لغات اللي اخر نشوف ايه الموضوع المهم لتاتهم مغفين قدام محل لتات واحد جاي رح هو الحنوت اللي احنا وقفين قدام بقى يعني ما نشوف ايه الحنوت بقى اللي هيفتح ده هذا الحنوتي الذي يفتحه ويجيبه منه شيء او لا؟ وعندنا الحنوتي الذي يغسل الميت الذي يدفنه قلت لنفتح هذا الحنوتي ونرى الحنوتي ذا حنوتي عندنا او لا؟ لم يفتح المحل فعلا فيه الفراشة والحلل والبريض قلت لنفتح هذا الحنوتي المهم يقول لهم الحنوتي انا لا اعرف بقى انا بوقف مع امه جلط رش بزافه قلت لنفتح هذا الحنوتي قلت لنفتح هذا الحنوتي يعني اذي كنت عارفت كلمتين الحنوتي والعياط قلت بس يعني محب اتصل بواحد اقول له عياط عليك ويعني في برضو حاجات كثيرة عمليات اما مشيت معهم في هذا اليوم قلت اوه بالنسبة للدرجة المغربية يا جماعة قلت المدام فتحتي قلت للدرجة المغربية صعيبة ازاي نعيش هنا ونخدم هنا وازاي نعيش مع الناس يعني انا مشيت معهم يوم ما فيه متواله يعني ما فيه متواله في هذا اليوم عما يودون يروح وينيقى ومش فاهم عما يتكلمهم يتكلمهم حاجات اروح عند الفايروش اروح عند المرشي اروح عند مش عارب فين فقالت كلام غريب انا مفهمتش انا 요� ما بقولوا ايه اسلا. قلت بنور ايه الكلام ده. قالت لازم تتعلم الدرجه المغربية لازم تعلم الدرجه المغربية عشان تعيش في المغرب لازم تعلم الدرجه المغربية. قالت لا انا انا. خلاص. انا مش مش اعود انا ما اعرفش انا اتكلم الكلام ده. مش مش قايف دماغي دماغي. حاس ان تص 연�nes الا يوم او يومينني حاسي انا دماغي. خلاص. ما قلت نحضر compliqué. ايه الكلام اللي بقوله مها اعرفش. يقولك ان أستنى عند. عند الفيروجيا نسيناك عند الشنطية نسيناك مش عارف فين يعني لديت موضوع من الهضرة بالنسبة يعني من كلم عربي وبس بالدريجة مختلفة تمام يعني الهضرة مختلفة يعني الكلام مختلف يعني الغربك يحضروا بالزربة ده مش علاش اه فأه يعني حتى ما الاتنين ما يكونوا الاتنين طبك يتكلم مع بعض تعرضوا بالسلم كده ما قولوا ايها دول اه انجليزي ده مرسي فشوية شوية وبدأت اتعلم منهم يعني ويقول لي يا الله انا يعني باكلم مع عربي يخص الناس يعدروا معي كنقول لي ما يمكنش واش ربعين مليور نور اتقول لي العالم كله طب الناس اللي بتفرغوا على المصرية ممكن يفهموك انها بايت الناس مش هيفهموك واش ربعين مليور غاد تدرم عكب المصري لا هدر معهم انتب مفروض على اه فأنا جات في يوم انا جات في يوم جماعة زي ما قلت لكم حدثتين دماغي اه شفت اللي عنده تليفون وتبولك خلاص يعني مش فاهم الناس بتتكلم مش فاهم انا الهضرة دي عاوزة حلق يعني شوف الكلمة زي ما قلت تخش في دماغي واحد وتليفت دور 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 وعاست تطلع بايه هي المفهوم فتاحها مش فات ماشي يعني ايه المفهوم ديال الكلمة دي خلاص دماغي حاسي نوقت فارمط اعتك في اول شهرين خلاص دماغي خلاص جات في يوم بتقول لي ما لك قلت لها مش مش خلاص ما تتكلمنيش انا خلاص الكلام في دماغي عمالي شفت اللي ماسي القرة وعمالي ينطق فيها ينطق يعني تحس ان في حاجة حاجة بتضرب في دماغي حاجة بتضرب في دماغي من قطر الكلام اللي بسمعه ومش فاهمه يعني فيه كلام يعني بيقول لما قد قطر ما بسمع وحايز احلل الكلام احل الكلام جوه دماغي مش فاهم ايه هو يعني عايز اطلع ايه المخرج اللي في دماغي اطلعه برا مش فاهم واجه اقول لها مسلا معنى كلمة ولا حاجة تقول لك بص اه مش تسورنيش على حاجة انت لازم تتعلم كده لازم اسيبك فترة الغاد ما تتعلم لوحدك يا سيتي رضيك انا دماغي خلاص ما عطش بص اخر ما مشي هشيل بلستي واتوقع الله ايك لا لازم تصبر شوية والتعلم وشي المهمة واشت اول مرة ساعدي عمرك ما اسمعتين مغربية عمرك ما قد قابلتين انت كنت انت كلمت معي بالمصري وقت عندي ام معي في السعودية لا قابل لي ما تعرفني عمرك ما قابلتي مغربة عمرك ما شفتي افلام مغربة عمرك لا ما كنتش متابع انا اه كل شغل يوم من الشغل البيت للبيت للشغل مكتش كتعرف محكو مغربة عمرك انا قلت يا رتني كنت تفرجت بقى المغربة من الجماعة لو اعرف انها هنجي لقايش في المغرب كنت تفرجت بقى وخليتك تتكلم معا اه ده بقى انتفرج على الدجام على طول فجيت اتمره في الحنود قلت الحمد لله يعني بيت اتعامل مع الناس في الاول قلت مرة تتكلم معي يعني قلت لها ترجمي بقى مواجه واحد يجي قلت لها ترجم والناس تجي تتكلم معي يتفرجهم يجي بس عايزين يتفرجهم يشوفوا الهضرة ليه يقول لك احنا نتفرج على فيلم مدبلش يقوله ايدي مصري ولا جزائري ولا ثوري ولا تونسيه اه يقول انا مصري احنا احنا فالموم ورحنا الشمال اا اه قينا منسوله علم مبلاصة عايز نراحي لموم جه uno يrettار معنا عايز نروح البلاصة الفولونية فالموم واحد يقدر ايضر ايضر ايضار ايضر وو чтобGA علي كنتك او ق Ei commissioner او بcontina المهم كلام كده معرفش المهم في الشعن فقال لي أنت فهمت لما قلت له عملت له كده وانت فهمت؟ لم فهمت بوالوال المهم بعد ما مشينا بالتنوبيلة قال لي أنت أقول لها وانت فهمت وانت فهمت قال لي أنني لم فهمت يعني أنا لم فهمت أنت لكي نفهم قال لي يا الله بس نسأل قدام شوية نمشي شوية لا تلاج الشمالية ما ينبدل نحن نحن كل منطق لها ستشير مراكش ستلقى لها إن شاء الله نمشي لسه مراكش وأجدير إن شاء الله وإن شاء الله والعيون وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله عادي سيئة الأخوة وإنا في الحنوت يا جماعة واحد كلمة حمقاتني خلتني مش عارف يعني إيه الموضوع بالضبط كل ما واحد يجي يجيب لي مثلا تليفون يجيب لي يتكلم معي يقول لي طب هروح أسول أخوي أدري أخو أدري وااجه أو أجد من أدري واحدة تيجي أقول ليها هسول أخوي أدري أخوى أدري أخوة أدري إيه أدري دي نفس أعرف مين أدري دي يا جماعة أدري ده الي هو موسك البلاصة اليوم ولا هو صاحبي البلاصة المكان اللي في كل البلاصة الي أنا فيه كل ما واحد يجين يجي ويجي طب أنا عندي تليفون كده كده طب أنا أشوف أخوه أدري layer يا ناس كل لها عندها أخوة أدري ولا يجلي ماشي كلمة دي فيه ايه لغة ما يعني يعني ما jealous كل لعن المال عندهم اقوا ادري اخوه ادري اخوه تادري كل الداخلي اخوه تادري ايه الموضوع يجب اجب أأخوه ادري هاد في البراطة اللي احنا فيها هاد محب żyبي هوا دي indigenousوا mio منطقة دي كلي اخو Angel смер Till die الساحب المنطقة دي كل اخوه ادري كلزة هذه والي اخوه ادري الخواه ادري ويقول للخوادري hardestilan powder الخوادري للخوادر دياري ولا جيت أدال نشوف خوادر دياري ne pytanie ويرغني اونا وإذا كنت نوجد نريد نركها قيمت بنفسر هذا لك من الخوادري بداية حاطث المشätz وهنا كلنا من وجده وواحد صاحب عدي ؟ ولم そ schnell können they play this قال لي مين ли I chowadri لماذا الآن كلنا قلقا يأتي للك اخوة عادري اختي قدري قال له خوادري دي عن أخوي قلت آه يعني أقول لك أنا راح أسول أخوي يعني أقول المم بساعة ما قال لي كنت أموت من دعك وأنا عمل أقول يا ربي يا خوادري خوادري يا خوادري بغير مستوك وفي كلمات بزاف يعني يعني مش جاعة بالي دلوقتي كلمات بزاف برضو كل مرة كلمات هي جزيرة جديدة بس في كلمات بدا أسول فيها وفي كلمات يعني أقول إيه دي الكلام وفي زنيا الكلمة اللي يتعود كتير تفتلك كل شوية واحد يقول أخواه أدري ناروح أسول أختي أدري إخوة هدري وسأسول أخوي أدري أخويه أدري عنديyor التلفن بحال هذا أنا نفسيا شوف أدري دي كنت أتشوف أدري لقد عرفت أي أخوي أدري يعني معناه إن أخوي أخوي أخت المهم كدري THEM اقوى ادري وكدرين اقوى ادري بباس عليكم. في يوم يا جماعة وانا في المحنوت في المحل طبعا نور كان بتيجي زي ما انتوش عارفين كان بتيجي معايا في البداية عشان تترجم. اي واحد يجي اقول لها ترجمينه عشان هتعلم. بيجي تكلم اه شوية مغربي شوية فرنسي شوية يعني كنت لسه انا ما معرفش الدريجة. زي ما انا وردتكم كده كنت كذب اه واحد اه لو يتكلمني بالانجليسي ما افهم بالانجليسي انما بالفرنسي ما ما عنديش وقتش ما درسش انا فرنسي خالص نهائي. في يجي ولكن انا عز جي جي سات سي اس انا عز جي اه اس نافليس. احنا كلام كده ما فقدش بافهمه الاول. فالمهم نور اولا ما يجي احد اولا يترجمي له. هي كان بس قاعدة كان مترجم. المهم هي ترجمي. المهم هي ترجم لي وانا اقول لها الايه. يا في الفداية بصراحة هي ساعدتني كتير في الموضوع اللغة يعني. في الموضوع الدريجة المغربي. المهم جات في يوم. مقدش موجودة معي نورة. كنا في رمضان. وهي كنت راح تعمل الفطار بالجهز الفطار. المهم جات لوحدة تيابها التليفون وعمت تدو معي. المم ابو الصي المرأة. قلت لها ايش فيها حاجة? المم تدوي. حتى عشرة دقيقة عم تتكلم. وانا اكلمها هي مش فهماني ولا نفاهم. يعني قلت يا رب انا لسه لسه دوبك بتعلم كلمتين كلمتين في الدريجة. يطلع لي تاني ناس تانية كلام تاني جديد ولا ايه? وايه الموضوعها? المهم شوية بتاعي عشر دقيقة كده لتتوعد جاي. مو حد جاي كان يعني عارف نكون ده يعني 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 نتكلم معه. قلت اخوة بالله ترجم ليه شوف الستة عزيه. المهم ترجم ليه. المهم عارف ديه. المرأة شكا تتعرش من اللغة كده دا. ما نقولك اوه. فالمهم بعد ما خلصت معها ومشيت. المهم هو بقى اللي هو المترجم بتاعها. بقول له استة دي ايه? يعني بتتكلم مغريبي دي ولا بتتكلم ايه? اللي بتتكلم مغريبي شلحي. من الشلوح. امازيغ. امازيغ. اللي هو الامازيغ. قلت لها اه. يعني في لغة تانية غير اللغة افتعيت ان انا كما. اللي ده في الامازيغ وفي مش عارف ايه وفي ايه يعني في كل بلاصة لها كل بلاصة لها هاضرة وكل وحتى في الشمال لما تروح الشمال تلقي هاضرة تانية جديدة هتلاقي يعني في كل مكان يعني تلقيه في مكان كل مكان له الدريجة في تحته. اه اللغة افتعه. هو كله يتكلم عربي بس كل واحد له الدريجة. ماشي? زي مثلا زي عندنا في الصعيد يقول لك واه واه يا بوي. عندنا في مصر يقول لك بابا وماما في قوى. او ماشي. ففي كل مكان له ايه? له اله هو لو التريجة بتاعها. وикуت مثلا افتع مشوار يقول لك اه ا ا ا ا ا ا روح مسلا مشوار في الحية فانية او مكان او اجيب لي حاجة. أبقى الكلام صعيب. وشوية وشوي بقى شوية وشوية لغة ما تعلمتي الهاضرة والحمد لله الحمد لله. هو يا وبتعلمتي ده براولتي الطيروة قifen. الحمدلله اه ها 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 ها. براولي يقول يا شيك المهم هتكف خالش شوف. يعني دلوقتي اي كلمة حتى تقال لجب احفظها على طوال. هاي كان المهار معتنى مش جال هي جالية اه اه. زمططني. زمططني اه. لأ قلت لها مش اللي هو اللي هيكل الصوف اللي هو اللي باللي الشوشتها دلي. فبتقول لي انت ملأك حد الشوشتها كده. قلت لها تلعت صح الزمططني. بتقول لي جبتها منين دي. قلت لها تشمعتها. وكذلك سمعتها وكذلك الناس صغير الحمد لله تبارك الله على المغرب لا يفهمنا الحياة المزيانة هم يفهموا الأطراف الحمد لله لكن هناك ناس الكبارما الحمد لله الحمد لله الشنطي الفيروج عند الرنبا بدأنا نفهمها السلمونجي البقراج الجعبة البرهاد البقراج الروبيني التيو نعرف شوية شوية نتعلم هذا حيث يقوله في المغربية الحمد لله يقول لك يقول لك يجب تقول له البولة يقول لك البولة يقول لك يقول لك يقول لك ما هو الزباد يقول لك حيث كثيرا كثيرا الحمد لله الحمد لله و أرض المغرب و ربنا يحفظها و يحفظ ملكها و يحفظ سماها و يحفظ أراضيها و إن شاء الله نقدم لكم الجديد و المزيد نعمل لكم دورة تانية في الأسواق و نوديكم بلصة الطمر و بلصة الأسماك يعني فيها بلصات كثير ريسة إن شاء الله و نصح لك المراحل إن شاء الله و نحن للمراحل إن شاء الله واحدة و واحدة و إن شاء الله تابعوني و شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهدة ديالكم و شكرا لكم أنتم وصلتونا إلى 50 ألف و نتمنى يا رب نوصل إلى 100 ألف و شكرا لكم و بيكم و معكم و زي ما قلتو لكم في بداية كلامي بيكم و بمشاهدتكم إن شاء الله نوصل و نكبر القناة بإذن الله و شكرا لإخواتنا المغربة لو حد كلمة لك يقولوا المغربة بزاف شنية أنا كن أنا أحمق عليكم أنا أحمق عليكم بزاف بزاف و إن شاء الله تكون قناتنا عند حسن ظنكم و شكرا لكم و إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع جولة جديدة يوميات مصر في المغرب و نختم كلامنا بالصلاة و السلام على سيدنا محمد اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد في الأولين و في الآخرين و في الملأ الأعلى إلى يوم الدين و إلى اللقاء و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته